بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام الأوكامز اللي نعايزين نطلع بيها من الجزء ده نعرف خطوات التبرع بالدم لي بنختار متبرعين وبنرفض آخرين ايه مضاعفات اللي من قد حصل للمتبرعين ايه الاختبارات اللي بنعملها لها للدم عشان نعرف عملية فصل الدم وحفظ مكونات الدم عايزين نعرف المضاعفات اللي ممكن تحصل والأمراض اللي ممكن تحصل من نقل الدم ايه هي البدائل للنقل الدم بحيث نحن نتفادى هذه المضاعفات